اشتركوا في القناة وحلقة النهاردة هنكمل بقى مع بعض مخرجات التعلم بالنسبة ليه وحدة الارضيات الخشبية او ما يسمى بتكسية الارضيات الخشبية اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الارضية الخشب برافو الارضية الخشب الموسكي وعرفنا يعني ايه موسكي ومكوناتها ويعني ايه تحليقة ويعني ايه مراين ويعني ايه دوكم ويعني ايه انصف مراين ويعني ايه علفات كل الحاجات دي لو انت فاكر الحلقة اللي فاتت لما قلتلك خلي بالك هنحتاج نفس مكونات التحليقة بالنسبة للأرضية الخشب الموسكي هنحتاج نفس المكونات دي بالنسبة للأرضية الخشب البركي تمام بس هيبقى في اختلافات بسيطة اللي هي هنشرحها باستفادة كاملة بس خليك معايا كده اه جهز كبات الشاي وقعد كده وصح صح عشان تفهم وبحيي كل مدرسين الجدرات على مستوى الجمهورية وكل مدرسين المعارف اللي بيتنافسوا والله بشوف الصور على الجروبات بتاعتنا في التعليم الفني حاجة هيلة جدا جدا بشكرهم على الابداعات والمعارف والمهارات اللي بيسقوها لعيالنا وأولادنا في التعليم الفني بشكركم شكرا جزيلا كل مدرسين المعارف ومدرسين المهارات في جميع مدارس الجمهورية طبعا المدارس الصناعية عشان ما نضايقاش وقت هنشوف مخرجات التعلم بالنسبة لوحدة تكسيات الأرضيات الخشبية نتابع كده مع بعض عنوان الوحدة اسمه ايه؟ تنفيذ وتركيب أعمال تكسيات ايه؟ الأرضيات الخشبية قلنا تكسية جاية من الكسوة يقولك ايه؟ كانوا زي ما اقولك عايزين نجيب كسوة الشتة وكسوة الصيف يبقى فيه كسوتين في السنة كسوة الشتة وكسوة الصيف يعني بيجيب لبس صيفي وبيجيب لبس شتو طيب برضو التكسية ديت ان انت بتداري جسمك من يعني الهدوم دي انت بتداري جسمك من عوامل التعرية سواء البرد او الحر او الرطوبة او الشتة او الحاجات دي برضو نفس الحكاية انا عايز اداري السقف او الارضية اللي انا عملتها خرصانة بربخة كده مثلا عايز بدل ما كانش طبعا لسه كان لسه البلاط لسه اللي موجود كان بلاط يا دوبك اسمنتي وبعد كده البلاط المزيقه طلع بعد كده طلع البلاط السيراميك بس ما زال ما زال العديد من الناس بس هي المشكلة في حتة المادة او الفلوس شوية هي اللي بتأثر او من عيوب الارضيات الخشبية ان هي باهزة او مكلفة التمن عشان كده بينظر استخدامها دلوقتي في اماكن كتير طيب عنوان الوحدة اللي هو اسمه ايه؟ تنفيذ وتركيب اعمال تكسيات الارضيات الخشبية طيب نشوف الارضيات الخشبية ديت مخرجات التعلم كم مخرج في الارضيات الخشبية هنشوف او قال لي واحد ينفذ عمليات التكسيات الارضية المسكي يقول لي احنا نفذناها المرة اللي فاتت وقلنا بتتكون من اوائم تحليقة وروس تحليقة وعلفات على مسافات محورية من 30 ل40 درج من 30 ل40 سنطي وبعد كده بتربط العلفات دي مع الروس والاوائم بتوع التحليقة بحاجة اسمها دوكم الزنق الشطرانجية اللي هي بتتراوح من على مسافات محورية من متر ونص لي مترين بتحط دوكمة واحدة بس بتحطها بطريقة شطرانجية بيبقى المنظر الجمالي كويس وتبقى المتانة اقوى بعد كده عملت في الارضية المسكي جهزت الواح المسكي عبارة عن الواح مفرزة من ناحية معمول في ضكر من ناحية ومن ناحية التانية معمولة فيها مفحار كل لوح فيه من ناحية مفحار وفيه من ناحية التانية ضكر بحيث ان انت تجمع الضكر مع النتاية وتزنقهم مع بعض جامد بالشاكوش وتسبت بمصمار ارشالي مصمار 7 سنط من غير راس عشان تسبت الواح المسكي في المراين وفي العلفات وفي الدوكم حسب اللقطة بتاعتك وانت شايف طبعا ابعاد الحاجات ديات ايه وانت بتصمر فيها تمام؟ طيب بعد كده ركبت حاجة اسمها ايه؟ الوزراء انا برجع بس معاك عشان تفتكر اللي احنا عملناه وهنشوف الفرق بين اللي عملناه في الارضية المسكي والفرق اللي هيبقى واضح في الارضية البركي الارضية المسكي كلها خشب سويد ممكن تستعمل فيه التحليقة خشب بياض ماشي يبقى التحليقة ديات مشتركة بين اللي اتنين في الارضية المسكي والارضية البركي ياما تعمل المراين او انصف المراين اللي انت تعمل منها العلفات والدوكم واوايم ورقوس التحليقة من قطاع مثلا وليكن هنقول القطاعات دلوقتي عشان برضو نخف في التمن شوية مش هنعمل عروق ولا نعمل مراين كبيرة احنا نعمل حاجات خفيفة بحيث ان هي حسب سمكة او ارتفاع الارضية انا هقدر اتحكم في التحليقة بتاعت يبقى العلفات رؤوس وقوائم وعلفات ودوكم دي بنسميها ايه التحليقة بنسميها ايه يا رجالة التحليقة طيب بعد كده عملنا فرزنا كل لوح من الواح التطبيق اللي احنا عملناها في الواح المسكي عملنا من ناحية مفحار ومن ناحية ايه ذكر عشان نجمع الذكر مع النتاية في كل ناحية واحنا بنسبت حطينا سبتنا اللوح الاولاني جنب الحيطة ويه ايه ايه سبتناك كويس بمصمار سبع سنتي ها برافو من غير راس ويه بعد كده جمعنا جمعنا اللوح التاني جنبه هوت ويه دخلنا الذكر مع النتاية ويه خلاص الجمعه بقى وتمام التمام ماشي اه نقوم جايبين بقى مصمار ارشالي ونقوم مسبتين هنا في الذكر طبعا الذكر كان هنا النتاية جنب الحيطة والذكر هنا بتعملش الذكر جنب الحيطة عشان ما يدي لكش ايه خلوص او يدي لك فراغ يبقى النتاية عشان يدي لك حرف مساوي مع حرف الحيط بعد كده الذكر يبقى هنا نسبته بمصمار ارشالي نبيت النتاية مع الذكر هنا ونسبت بمصمار ارشالي على المسافات وعلى المسافات اللي هتحكمني ايه مسافات العلفات ومسافات الدوكمزان الشطرنجي تمام تمام وكمان على الاوايم ورؤوس التحليق حسب ما ييجي مكان المصمار بس يكون في المليان ما يكونش في الفاضي ما يكونش في الفاضي طيب استنى ان انا جمعت اللي لوح بطريقة معينة طب انا كنت عملت ايه الاول في التحليقة هنشوف بقى مع بعض التحليق طب بعد كده لكبنا الوزراء وقلت لك الوزراء هتتكمل هتتعمل من ايه وتبقى بارتفاع الراس السفلة زي ما اتفعل في حاجات هتبقى مشتركة في بين الارضية الموسكو والارضية البركيه وفي حاجات هتبقى مختلفة ايه الاختلاف وايه المشترك ده موضوع حلقة النهاردة في الارضية البركيه خليك معايا وصح صح كده عشان ندرس مع بعض اه ده التحليقة اه لو جينا نتكلم عن التحليقة بتاعة الارضية البركيه هنقول ان ده هو الطويل ده هو ده قايم التحليقة العريض ده او اللي بالعرض ده الصغير شوية هيبقى ايه راس التحليقة طيب ايه الفرق الفرق ان انا حط راس التحليقة في اتجاه موازي لفتحة الباب وحط قايم التحليقة في اتجاه عمودي على فتحة الباب بمعنى اوضح ان هنا يبقى هنا فتحة الباب مثلا هتدخل كده اللي هيدخل ايدخل من هنا تمام مش من هنا بقى يبقى اللي هيدخل ايدخل من هنا يبقى هيدخل من هنا هيدوس على راس التحليق وهيمشي في اتجاه قايم التحليق تمام طيب تعاله بقى فين العلفات ادي علف اتنين تلاتة اربع وانت ماشي اللي مسافات محورية من مسافة المحورية من كام من المحور دهو للمحور دهو كام نص دي ونص دي يبقى كام من تلاتين الى اربعين سنطي بقسم المسافة المحورية بتاعت يبقى من هنا كده لغاية هنا كده يبقى من تلاتين الى اربعين طب ليه قال لي من تلاتين الى اربعين ما حكمهاش وقال لي لا تلاتين بس او بس قل عشان اطول الغرف بتتراوح او بتختلف في مأسات معينة فانت ممكن تأسم تسيب المسافة دي تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين ونص اربعة وتلاتين خمسة قدامك عشرين رقم ممكن تأسم عليه بحيث انه يدي لك مسافات وحدة مسافات وحدة ويكون مسافات متساوية يعني مسافة دي دلوقتي هي نفس المسافة دي هي نفس المسافة دي هي نفس المسافة دي طب ايه اللي هيعود علي ان انا محطتش العلفات ارتجالي ايه يعني المصلحة في كده او ايه الميزة في كده ان انا محطتش اللي عام يحط علفة اين الله ونقر لا ان انا هقدر اتحكم في اطعية ايه الدكمة الدكمة الزنق الشطرنجية دكمة الزنق الشطرنجية دي هقطعها اطعية واحدة على اساس ان انا اعمل تعاشيق واحدة واسبت يبقى لميت التعاشيق بتاعتي بحاجة بسيطة ان انا علمت صح الا او انت بتقولي ايه اه ما هو اعتبروا زي السلم بالزبط كل ما تطلع درجة تلاقي التانية بقت معاك صح انما منفعش تقزح درجة او درجتين ينفع تطلع السقف مسلا او الدور التاني من غير سلم لا يبقى لازم تبدأ الدرجة او تطلع السلم من اوله واحدة فوق واحدة فوق يعني انت تقصد ان كله بيكمل بعضه ايوة كل عمليات النجارة بتكمل بعضه لو انت علمت صح لا استنى علمت صح ايه ده لو انت خدت المقاس صح يعني لازم اقيس كده هو واخد مقاس صح في الغرفة اه الاول وايه مرة واثنين وتلاتة زي ما استاذنا الفضل كان بيعلمنا زمان اقولك ايه انت تخسر حاجة مش هتخس حاجة ايه مرة واثنين وتلاتة وتأكد تمام ده ربما يكون مثلا مثلا ربما يكون المتر ده تكسر مني في يوم الايام وانا ركبتله او اخوي ركبله ايه الحتة دي عشان ايه دي يبقى اثرت معي اثنين سنطي او خمسة سنطي او عشرة سنطي ممكن اه ممكن وينأثر معي في الاطول ما نخلي بالك المقاس اللي انت هتاخده هو اللي انت هتقطع عليه واللي انت هتقطع عليه لو اثر منك مش هتقدر تطول الخشب تاخد منه ما تدلوش حط الكلام ده حلقة في ودنك الخشب تاخد منه ما تدلوش يبقى خليك حريص جدا وانت بتتعامل مع الخشب ان انت قبل ما تقطع منه او تاخدش فيه يبقى انت تراعي المقاسات المطلوبة بالزبط عشان تشتغل عليه طيب نشوف يبقى البند الاول او المخرج التعلم الاول ان احنا هننفذ عملية ارضية ايه خشب موسكي والتاني هننفذ ارضية ايه بركي طبعا التالت والرابع ده لسه ان شاء الله موضوع الحلقتين التانيين اللي هي الدوكيش او الدوكيشن او بيسموه البركيه اللاصق وطبعا يبقى بدل فيه بركيه لاصق يبقى فيه بركيه ايه مصمار اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة يبقى نسمي النهاردة حلقتنا ايه البركيه المصمار وهنقول مصمار ليه تمام بعد كده الارضية الرابعة هيجيب بقى الواح وهينفذها على طول على ارضية بلاط او سقف خرصاني نكون املس ويلزق عليه ويسبت عليه الواح الاتش دي اف اللي هي المصنعة مهيئة ان هي تبقى ارضية خشب اتش دي اف تمام هنعرف كل الحاجات دي طيب الغرض برضو تحقي البيئة الصحية في المكان وعزل الصوت عن الطوابق وعزل الرطوبة وعزل الكهرباء وطبعا يمكن ازالتها بسهولة دون حدوث اي تلافيات وكمان ممكن نستخدم بعض الاخشاب الناتجة منها بس هتبقى على حاجات اصغر ان احنا نستخدمها في حاجات تانية ماشي سؤولة اصلاحها وصيامتها بس طبعا اللي بيعمل ارضية خشب بيعملها للعمر كله ما بيستناش بقى ان هو يقدر يشيلها او يعمل فيها حاجة سؤولة الاصلاح والصيانة عندك العدد والادوات ممكن تصين وممكن تصلح كل حال حتة اللي بازت انت ببقى عندك حتة بديلة تبقى سايبة عندك احتياطي بحيث ان لو حتة بازت او تخدشت او اتفحمت حتة ناروعت عليها بتاع اللحقتها شيلتها المهم ايه هنشوف كل الحاجات دي دلوقتي قلنا فيه تصميمات كتير للارضيات حسب التصميم اللي انت عايزه اقولت لك اولا وفيه تلافيات ولا اي حاجة بازمية اللي هتقدر تشيلها بالراحة هي بس هي بس وشوفوا التصميم اللي هو معمول اهو اتجاهه معمول ازاي كل قطعة متلبسها في التانية بفعل الضكر والنتاية من القورة وهنشوف كل الحاجات دي انا عم نفزها لكم مجهزها على اساس تشوفوها لما تشوف الحاجة تبقى سهلة بالنسبة له ده طبعا عامل مفحار هنا في القورة ومفحار في الطول او في الحرفة وهتلاقي في الناحية التانية ذكر وفي القورة التانية ايه ذكر بحيث ان انت تجمع الالواح بالنسبة له الواح المسكة او الواح البركي طيب هنعمل ايه بقى تاني قال لي اهوة ادي الشكل بتاع الارضية هننفز بقى دخلنا الورشة ماشي حش هدومك بقى اللي انت جاي بيها من المدرسة ولبس معايا زي العمل بالنسبة عشان تراعي اه كل اه مقاومات السلامة والصحة المهنية وهنجهز مع بعض بقى ادخل جاهز للخمات اللازمة للارضية عشان نعمل علفات ودوكم ومراين ورقوس وتحليقة وبعد كده هتجهز صبعا الادوات والمعدات وادوات النجارة وعدد وادوات النجارة اللازمة وممكن نستعين ببعض الماكينات مفيش مانع ماشي عشان نشتغل بسرعة وهننفذ تمرين نافع انما ان احنا النهاردة هناخد كل المهرات في نموذج مصغر حسب الامكانيات المتاحة عندك في القسم وطبعا هيبقى في استحالة ان انت تنفذ ارضية خشب في مكتب المدير مثلا او في مكتب رئيس القسم لانه هيتبقى تكلفة بقى وهيزة فبلاش هننفذ بقى ممكن ننفذ نمازج ونقسم الفصل اللي هو اربعين طالب نقسمه على خمس او ست مجموعات مفيش مانع او اربع حسب الامكانيات وننفذ بقى هننفذ ايه النهاردة هننفذ مخرج التعلم رقم اتنين صح صح معاي اسمه تنفيذ ارضية بركه وهنقول عليها تشبيه كده بيسموه في السوق اسمه ايه مصمار ارضية ايه مصمار ليه ارضية مصمار هنقول دلوقتي ليه ارضية مصمار لان احنا بتستعمل فيها في التسبيت بنستعمل مصمار اللي هو السبع سنطي فيه التسبيت اللي هو من غير راس وبندقه ما بندقهش عدل ندقه حاجة اسمها ارشالي والارشالي يعني بميل طيب معايير الاداء للارضيات البركين اللي هي المصمار دي اقولنا بيها بتصنع الارضية البركين من اواي مرقوس تحليق ماشي زي الارضية الموسكي بالزاب ماشي وعالفاته دو كم زنقشة طرنجي بس بتصنع من خشب ايه البياض او خشب السويد حسب اللي يطرقلك او حسب السعر المتاح او حسب امكانياتك هتنفذ خلاص والسمك بتاعك السمك بتاع الارضية هتحتاجه حسب برضو ارتفاع الارضية بالنسبة لك لان ارتفاع الارضية هو اللي بتحدد على الميول اللي راحة للصالة وراحة ليه الحمامات والحاجات دي هو انت هتحط مياه لا طبعا مش هحط مياه بس لازم يكون فيه ارتفاع معين او يتماشى مع بحر الصالة او بحر المكان اللي انت هتدوس فيه بدل ما تيجي او اي ضيف ييجي ما هوش واخد باله من منسوب معين ييجي يطلع يقوم الكعبل يتعور او يجي ينزل يتهيق له ان هي مستوى واحد يقوم نازل يقوم بتعور لا مش عايزين احنا كده عايزين كل اللي ييجي ييجي يزورنا يشرب العصير وياكل اللقمة ويمشي بالسلامة وهو حابب ان هو يرجع لنا تاني او اصل لو الكعبل مش هيرجع لك تاني الا اذا انت كنت بخيل بقى طبعا عارف ان كل نجارة العمارة ما فياش حد بخيل هنشوف بقى قطاعات الخشب البياض اللي اعملها من قطاع ايه 36 في 38 مل 36 في 36 36 في 38 38 في 38 القطاع اللي يترألك اعملوا بس من خشب البياض هو ايه خشب البياض ده خشب البياض ده نوع من انواع الاخشاب المستعملة في اعمال نجارة العمارة بس بيكسر استعمالها في اشغال او الشغل يقول لك عليه الشغل السوئي اه الشغل السوئي ابواب وشبابيكوا الحاجات دي فعشان وانت بتشتري مش بشكك في حد والله بس خلي بالك ان فيه فرق كبير جدا بين الخشب البياض وخشب ايه السويد يعني لما تيجي تشتري انجارة شقتك ببنو شبابك تشتريها ايه سويد اللي بقولوا عليه ايه موسكي اوعى تشتري ايه بياض عشان كده معظم الناس اللي برا بيبيعوا حاجات رخيصة ممكن فيه في بعض الناس بتشغل شغل عمولة وناس معلمين اه بشكرهم طبعا فيه ناس بقى حسب الزوء العام او حسب الحالة المادية للشخص اقول له انا عايزي عم الميزانية اللي في جيبي ما تسمحش ان انا اشتري اه شغل عمولة طب اشتري ايه اشتري شغل جاهز اه مثلا اشتري بقى زي ما ييجي يا اولاد الغالي تمنوا فيه والسويد انضف حاج وانت ما تيجي تنفذ شغلك وتبقى جدير اعمل شغلك بايدك او بالاستعانة باستاذك او بالاستعانة بالمعلم اللي جنب منك في البيت او في الورشة بحيث ان انت تعمل شغلك مظبوط ان الباب والشباك هيفضلوا عمر لا مش عمر واحد ده بيتعاقبهم الاجيال يعني اجيال وراء اجيال بتعيش في نفس المكان والباب والشباك هو اللي بيسطرهم هيطلع عليك من الخارج وهيحافظ على الامن والامان في الدخول والخروج من الشقة تمام ما انت لو شايتك من غير باب اي حد هيدخل خلي خلي مش اي انسان اي اي حشرة اي حيوان اي حاجة هتدخل تمام طيب انما لو عملنا من خشب السويد هنعمل من قطع كام 38 في 38 او 38 في 50 اللي هو ايه 5 سنطي في 3 و 8 من 10 ميلي 3 سنطي و 8 من عشرة 38 و 30 ميلي في 50 ميلي او تقول 3 سنطي و 8 من 10 في 5 سنطي او تقول بوصة ونص في 2 بوصة ها صح ها معاشنا البوصة 2 سنطة ونص يبقى 2 سنطة ونص و 2 سنطة ونص لما ايه 5 والبوصة ونص اللي احنا عرفناها اللي هي كام 3 سنطي و 8 ميلي تمام طيب ايه بقى موضوع الفلصة بقى اللي بيقول عليه ديه الواحة الفلسة دي اللي هي ايه الواحة الفلسة دي بقى ما كانش عندنا فين في الارضية المسكي وده اختلاف اهو بدأ يظهر معنا الاختلاف من الارضية المسكي والارضية الايه البركي ايه الواحة الفلسة دي بقى ويعني ايه فلسة وقطعاتها ايه اللي بتعمل من قطاع اتنين سمت سمك فيه خمساشر سمت عرض واحيانا بيسموها الواح البغددلي يسموها الواح ايه البغددلي لقوا لنا مسلا ادى صورة الارضية البركي اللي احنا هننفيزها هي مثلا وليكن لو قلنا خلي بالاك كده لو عديت معايا هنا هنا هو ادى لوح او قطعة بركي وادى قطعة كمان وادى قطعة كمان تلاتة وادى قطعة كمان اربع خلي بالاك هيها шكل في البلاط اوه شكل البلاط طيب بص كده يبقى اربع قطعة هو تجي تبص هنا على نفس التصميم اللي انت بتقول اهو بالعرض اهو الاربع قطع من القورة ده هم نفس طول القطعة هي نفسها ده الطول ده الطول ده هو طول الاربع مجموع الاربع قطع جنب بعض من ناحية القور اده واحد اتنين تلاتة اربعة تلاقي الاربع قور بطول نفس الالواح اللي احنا خدناهم من الطول دول هتلاقيوا برضو بيقابلهم ايه واحد اتنين تلاتة اربعة بيقابلهم واحد في العرض ممكن تشكلها على هيئة البلد اه ممكن تشكلها اشكال تانية تعملها خمسة واربعين اه ممكن تشكلها اشكال ميلة اه كل حاجة بس اه فيه هنا اه اسلوب في التسبيت او طرق في التسبيت هتعملها ليه ايه ان انت هتبدأ تصميمك زي بتاع البلار اه زي بتاع البلار ازاي هبدأ من نص الحجرة وانا بسبت الارضية البركيه هبدأ من نص الحجرة وابدأ اوزع عليها بحيس ان الشكل العام لما تجي تبص على الغرفة ده فيه راجل كده يقومه ممكن يعمل لك ايه بالبلاط دايرة برضو انت ممكن تشكل كل الاشكال والفن والهندسة والتصميمات العالية اه عندك انت انت اللي هتطلعها وانت هتعمل تصميمات احسن من اللي احنا نقولها وهتبقى جادر في المهنة احسن مننا كمان ايوة انت كطال بكلمك انت طيب خطوات التنفيذ او معايير الاداة اول حاجة طبعا هنلبس زي العمل الرسمي وكل حاجة وحضرنا الخامات والعدد والادوات وكله تمام تمام بعد كده عملنا رسمة ليه اللي احنا قلنا اتفقنا عليها نعمل اه ارضية بركية شكلها ايه ورسمتها ايه تمام هنجهز بقى لها ايه الخامات اللازمة ليها طب الخامات ديت ايه قال لخشب سويد نمرة واحد بنسبة لايه للتحليق او ممكن نستعملها ايه راف نستعملها تحليق بياض ونعملها من العروض والسمك اللي احنا اتفقنا عليه اللي فاته طيب حاجة تانية هنعوز كمان هنعوز غيره غيره ايه غيره حيواني طب يفرض الغيره الحيواني اللي هو الاصفر او الحمص ده مش موجود هستعمل غيره ابيض دي انا بتكلم في الطبيعة خلي بالك عشان ما تيجي تنفذ نموذج ممكن ما يتطلبش منك الحاجات دي طيب طب هو وحدة بيع الخشب بايه ها تذكرة ايه برافو متر المكعب طب وحدة البيع للغيره وحدة بيع الغيره سواء الغيره الحمص او الغيره اللي الواح او الغيره اللي ابيض بالكيلو جرام طب الصنفرة الصنفرة الخشابي بتتباع بالفرخ واحيانا بتتباع بالكيلو جرام بالوزن يعني وهنحتاج كمان مسامير فشر بالطقم وهنحتاج قطع البركيه اللي هي هيبقى طولها من عشرين لاربعين سنتي واحيانا بيوصل طولها لسبعين سنتي حسب الغرض اللي انت عايزه او حسب التصميم اللي انت هتنفذه تمام تمام طب بعد كده عرض قطعة البركيه هيبقى كام من كام لكام هيبقى من ستة الاربعة سنتي يعني تجيب كطاع اتناشر وتقسمه اتنين او هيبقى اه من كطاع عشرة وتقسمه اتنين وتطلع بعد المسح والتصفية واللي عمل المفحار والذكر والنتائي والكلام ده كله هيصفى معك طب سمك اه اه كان بقى قطعة البركيه هيبقى من تلاتة سنتي لاتنين سنتي يتراوح من تلاتة سنتي لاتنين سنتي السمك ما يقلش عن اتنين سنتي وما يزيدش عن تلاتة سنتي ويبقى مصنوع من ايه بقى مصنوع من ايه ورق اللي هو البركيه بقى القطع البركيه ده هتبقى مصنوعة من ايه لازم يكون من خشب صلب وخشب صلب مش اي خشب صلب كمان ده هو قال لي صنعه من خشب الاروة اه او الجوز او الزاد بس طبعا انضف انواع الخشب اللي تستعمله فيه الارضة البركيه هو خشب الاروة خلاص هنحتاج كمان مسامير سبعة سنطي بدون راس عشان اه طبعا ده بالوزن بالكيلو جرام لبس نزيل عمل يلا رجالة عشان نشتغل ها الافرول والخوزة ايه قاعدل الخوزة كويس ويه البس السفتي عشان ما فيش حاجة تقوى على رجلك تمام والبس النظارة الواقية عشان النشرة والغبار ما يجيش في عينيك ماشي كله تمام جاهز العدد وحدد المقاسات هات المتر ويشوف المقاس الغرفة اللي انت هتعمل فيها الارضية البركيه كام طول وكام عرض وخلي بالك خلي بالك خلي بالك ثلاث مرات اهو مش هقول الرابعة ثلاث مرات اهو خلي بالك من اتجاه فتحة الباب عشان دي اللي هتحدد لي اتجاه اوائم التحليقة واتجاه رؤوس التحليقة وبناء عليها هيتحدد اتجاه العلفات وهيبناء عليها هتحدد اتجاه الدوكم الزان ايه شطران جاي خلاص؟ علفات ودوكم زان ورؤوس وقوائم تحليقة كل ده هيتحدد على اتجاه فتحة ايه؟ الباب انت داخل منين؟ وهتدوس فين وتروح فين خلاص؟ طيب تعال بقى يا سيد نشوف ايه موضوع الواحي التقليد او البغدادلي ده وقطع البركين ما هو انا كنت قلت لك يعني ايه فلس ايه الفلسة بقى؟ اني كنت قلت لك لسه استنينها هقولك على الفلس الفلسة بقى يا سيد هي الواحي التقليد طيب انت كنت الاول في الارضية الموسكي جمعت قايم وثبته كويس جنب الحيطة وبدأت تسند عليه القوايم التانية بحيث ان القوايم تكون عمودية اهو البتاع الواحي التطبيق اللي انت هتركبها هتبقى عمودية احنا قلنا اتجاه فتحة الباب من هنا اهو يبقى اتجاه الواحي التطبيقها هتبقى كده في عمودية على عمودية على اتجاه فتحة الباب يعني اللي داخل داخل يبقى اللي الواحي هتطبق معاك وانت ماشي كده تمام؟ هتثبتها في الاتجاه العمودة على فتحة الباب يعني لو لو اللوحدة انت داخل او اللوحدة مرفوع اهو تقدر تقطع منه حتة او تزبطه من عند اخر العلفة وتغير الحتة بتاعتك اللي هي بوزت او شلعت او تحرقت او غيرت ممكن تقطع من هنا بالزبط في نص المحور حسب المسامير اللي انت دقيه عشان انت بتسيم المسامير بحيس ان انت تعرف اتجاهك وتعرف علاماتك عشان ممكن تعمل صيانة للارضية الخشف بس اهم حاجة اللي الواح تبقى عمودية يعني انه وانا داخل بدوس على اللوحة هوت في اتجاه طوله ما يتعملش بالتجاه العرض بقى ما يتعملش ان انا دوس كده ينزل معايا مثلا في بحر الاتنين متر اللي هو المسافة المحورية بين الدوكمة والدوكمة لأ يبقى لازم اتجاه اللوح يبقى كده طب استنى بقى دي في الارضية المسكة انت دخلتنا في الارضية ايه البركيد الوقتي احنا عايزين الارضية البركيد قال لي بقى الفلصة يا سيدي الواح تس بسمكه قليل شوية يعني اذا كنت انت عملت الواح المسكة من اتنين ونص سنطة او تلاتة سنطة او تلاتة سنطة واثنين من عشرة النهارضة هتعمل الواح الفلصة من سمكه قليل بيتراوح في حدود اتنين سنطة ما يزيتش عن اتنين سنطة يعني ممكن يقل اه ممكن يقل تمام ممكن يكون سنطة وتمانية من عشرة ممكن يكون سنطة وستة من عشرة ماشي خلاص عرضه كام عرض اللوح كام خمستاشر سنطة يعني كام ستة بوصة يعني ممكن تعمله من بوصة لربع آه ممكن تعمله يسميها الواحل بغدادلي هتشتريها جاهزة على طول 15 سنط في السمك بتاعي ما يزيدش عن 2 سنط طيب وانا بقى طبعا هسبتهم برضو نفس الحكاية في اتجاه عمودي على اتجاه فتحة الباب ما هنا فتحة الباب اهيه اللي داخل هيدخل من هنا اتجاه عمودي على فتحة الباب بس قال لي بقى ايه شوف هنا بقول لي تسمى الواحل الفلسة او الواحل بغدادلي تسبت على العلفة بحيس يكون اتجاه الالواح عمودي على اتجاه المراين ايه الطولية عمودي عليهم اللي هي اللي هي العلفات ويطرق فراغ لا يزيد عن واحد سنتي او سمك الفلسة يعني اما تسيب الفراغ واحد سنتي اما تسيب سمك الفلسة طبعا انا هقعد ايس كل شوية سنتي اجيب المتر كده اقولها اه ايس يا لها خلاص معايا ايس نت معايا كده اه سنت قوت وثبت وثبت من هنا اصمت وثبت لأ مش عقود ايس كده لأ ده ممكن اعمل حاجة يام اعمل حاجة امطلاقة وهم حططها هنا كده انا سبتت الاولان اهو وهم جايب التاني وهم عامل امطلاقة ومصمر خلاص وهم عامل امطلاقة ومصمر خلاص مثلا او اجيب سمك اللوح نفسه وهم حطه كده اهو يعني اوقف لوح من اللوح ديت اهوت هوقف لوح كده اهو انا سبت ده تمام هوقف لوح وهم مصمر نهو اللي جوه ده اهو تمام صمرت ده اشيل ده وهم عامل ايه مصمر اللوح التاني دي اسمها ايه فلصة فلصة الفلصة دي ايه اللي هي الفراغات الواح بس بينهم فراغات طب الفراغات دي لازمتها ايه انا سبت هنا ليه ما جمعتش زي زي الارضية الموسكي كنت بحبوك جامد ودق عليها ودخل اتذكر في النتاية خلاص او اتذكر في المفحار على اساس النواة يبقى تصح ويدين اكنهم روح واحد هنا انت سبت الفراغ ده ليه سبت الفراغ ده لا عشان يبقى معامل تمدد وانكماش للارضية معامل تمدد وانكماش للارضية بس استنى ده انت قبل ما تنفذ التحليقة نفس تنفيذ التحليقة اللي فاتت من اوايم ورقوس ايمان ورسين وعلفات ودوكم زنقشة طرنجية بالتعاشيق اللي تناسبك اعمالها التعاشيق اللي انت هتلاقيها مناسبة ليك اعمالها عايز تعمل نص على نص عيد الاعمال نص على نص غنفاري بيدين ماشي غنفاري بيد واحد ماشي اي تعاشيقة تترقى معاك تلاقيها مناسبة تقدر تجمع بيها ما تخلش معاك التوازن وما تخلش معاك التجميع نفذ اتفضل يا استاذنا مدرسين المهارات كل الطرق مباحة لك لحضرتك ان انت تتعلم الطالب مهارة وانت يا ابني انت كل السبل متاحة لك وتصرف في خمات لو ما عندكش لو هات حتة تفل واشتغل المهم ان انت تكتسب المهارة لان انت اكتسبت المعارفة والمعارف كلها من مدرس المعارف كمان خود المهارات من مدرس الجدرات واللي انت ما انتش فاهمه اسألوا فيه مرة واثنين معاكو نخبة متميزة من السادة مدرسي المهارات في الجمهورية على اعلى مستوى المهم ان انت ما تبادش وما ينفعش ان انت تروح المدرسة زي ما رحت زي ما جيت لازم تطلع بمهارة وتطلع بمعارفة عشان تبقى جدير عشان تجتاز في كل وحدات اتعال نصيحة من قبل ليكم لازم تاخدوا بيها يبقى فيه فرق كبير بين الفلسة والواح المسك الفلسة الواح بغدادلي الفلسة بتسيب صنطي او بتسيب تخانة لوح بين كل لوح بغدادلي تمام؟ انما فيه الواح المسكي كنت بتجمع الواح جنب بعضها على طول وتزنق جامد وتصمر خلي بالك عشان ما تفلش من بعضها وتفكش من بعضها وتعمل فرق يبقى تذكر عشا مع النتاية وانت جمعته بمصمار ارشالي ما بتدقش المصمار عدل عشان ما يفلقش الضكر اللي انت هتدق فيه اللي هو الايه اللي عملت افرز من فوق افرز من تحت مثلا اهو اهو لو بصنا هنا ده اسمه ايه اهو دكر ده دكر وده ايه نتاية بتجمع الضكر مع النتاية يعني مفحار ودكر بتجمعهم مع بعض بيديلك اهو شكل جميل اهو تجمع 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 اه دخلت مع بعض مجرى مجرى ايه لو قربنا كده وشوفنا ايه اه مزيكة اه نجارة كلها فن كلها فن تأذف زي ما انت عايز بالعدد والادوات زي ما انزلت البحر كده بلبس البحر والسفينة لان انت بحر ويه بحر المعلومات كبير في نجارة الامارة انت هتبقى عازف شاطر في استخدام العدد والادوات وان انت تطلع بمخرجات تعلم هيلة جدا جديرة جدا بحيث ان انت اه تشوف مستقبلك بعد التخرج بعد التلات سنوات خلاص طيب يبقى في فرق كبير بين الفلسطة وبين الواح المسكي او الواح التطبيق هنا الواح الفلسطة بنعملها بغداد سماكة رفيعة شوية او السمك رفيعة شوية بنعملها الواح تطبيق بما تزيدش عن اتنين سنتي بحيث ان احنا نعمل نركب لوح وناخد تخانة لوح ونسبت اللوح التاني وبعد كده ناخد تخانة لوح ونسبت اللوح التالت وناخد تخانة لوح ونسبت اللوح الرابع وهكذا طب قبل ده وده بعد ما نفزنا التعاشية التحليقة وعملنا المراين اللي هي القوايم والمراين اللي هي الروس وعملنا التعاشية اللي احنا شفناها هنا تعاشية خادش نص على نص هو في اتجاه غنفاري بيد واحد وهنا غنفاري بيدين حسب ما انت عايز وهنا تعاشية نص على نص هي مثلا في الحرف عدل كل التعاشية متاحة لك ومناسبة لك اعمالها نفز المهم تشتغل وتبقى جدير في استخدام العدد والادوات سواء في الصحة او في السراء الضار او في استعمال الازميل او في ادوات التفريغ اللي انت هتشتغل بيها وهتستعمالها استعمال صحيح ماشي انا النهاردة هشتغل بحتة صغيرة او نموذج عشان اوصل المعلومة ووصل لك المهارة انت ممكن في المستقبل يتعرض عليك ان انت تعمل مكان زي اللي قدامي ده ان انت تشتغل ارضية موسكية اوعى تقول مش عارف انت هتفتكرني في يوم من الايام تقول اهات الحلقة بتاعت من على يوتيوب وشوف انا عملت ايه او شوف دليل الطالب اللي معاك فيه كل المعلومات اللي انا حططها لك بحيث ان انت ما ترجعش لحد الا مدرسك في العملي او للفيديو اللي انت هتتفرج عليه على يوتيوب بالنسبة لحلقة النهار تمام واحتاجت اي حاجة احنا عجربات وسيبين ارقام تلفناتنا في الاسئلة وفي اه وفي المهارات في اي حاجة ان شاء الله طيب حاجة تانية هو في بعض التمارين اه السادة الزملاء بيقولوا ان في بعض مخرجات التعلم فيها دليل تساؤل دليل التساؤل لو سمحت يا فندم بعد اذنك ده من اختصاص مدرس المعارف احنا عارف ان انتو عارفين والله بس بأكد بس ده من اختصاص دليل طبعا مدرس المعارف ودليل التساؤل لو في رسم بترسم رسم كروكي مش رسم بالادوات الهندسية اللي هي المزبوطة زي زمان ما كنا بنرسم لا وبتعمل مؤيسيتك مزبوطة تمام هو كل الحاجات دي والمعارفة والمهارة المعلومة اللي انت خدتها يعقول لك الارضية ايه الخشب البركي ارضية خشب بركي يبقى اللي هي اسمها ايه مصمار تمام انما لو قال لك ارضية البركي اللاصق ما يجابش سيرة خشب اهو الارضية البركي اللاصق يبقى هتتنفذ على ايه على بلد الله هيبقى موضوعنا اللي جاي ان شاء الله وهنستعمل نفس القطع البركي اللي هنستعملها النهاردة هنستعملها في الحلقة الجاية في مخرج التعلم رقم 3 طيب انا نفس كل التعاشيق وخلص وزبط ووزنت وكل التعاشيق اهيت انتهت تمام اهو كله تمام كله تمام نجمع نجمع نجار اه انت نجار تمام طب بعد كده هنعمل ايه سبت بقى التحليق هنسبت التحليق بقى تعالا نشوف نسبتها ازاي اوزن تحليقتك كويس بمزان مية وحط اه اه اسفين او حاجة تسبت لك من هنا ومن هنا واظبط شغلك وافحر ليه الكان اه افحر للكانة طب لو قربنا كده وشوفنا الكانة شكلها عامل ازاي اهو ادي اسمها كانة حديد كانة الحديد ديت معمولة منخوصة من حديد مجلف عشان ما يصديش طيب الكانة الحديد ديت فيها مكان لمصمرين فيها مكان مصمرين ياما تجيب لها مصمرين شك مصمرين شك اه 3 سنطة و4 سنطة او 5 سنطة ياما تجيب لها مصمرين برمة بسن صاج بحيث ان الرأس بتاعة المصمر ما تخرجش من السوق بتاع الكانة تمام تمام يبقى حاجة نسبة وتناسب طيب انا هركب الايه الكانة الحديد بتاعتها طبعا هي بالنسبة للأرضية الكبيرة هتبقى واضحة اكتر هسبت الكانة بتاعتي وهفحر لها الشنشة بتاعتها في الحيطة تمام هلاقي هنا حتة مفتوحة هي مشقوقة هلا ده بايزة لا مش بايزة ما تقولش ان الكانة بايزة الشاقي ده ومعمول ان هي ايه؟ معمولة عكسية كده عشان تمسك اكتر فيه بعد ما تحط المونة مكونة من الرمل والاسمنتة مونة الاسمنت والرمل وقلنا ايه وعد حط جبس على المونة عشان تنشف بسرعة لا فاي حاجة في شغل النجارة ما تحطش على الكنات جبس خالص لو النسبة بسيطة ما تحطش كمان خلاص يبقى المونة المكونة من مونة الاسمنت والرمل انت اللي هتعمالها او انت اللي هتعمالها حبش على شغلك وهو عتسيبه الحد عشان ما حدش يخلي بالتوازن اللي انت عملته بالنزان المية تمام تمام طب بعد كده قال لي بعد ما ثبتت الكنات على مسافات معينة في الاوايم بتاع التحليقة من هنا ومن هنا وارقوس التحليقة من هنا ومن هنا خلاص حسب العدد اللي عندك جبت الكنات مظبوط فحرت وليزت عليهم بمونة الاسمنت والرمل تمام حبشت عليهم خلصت ونعمت كده وظبط تمام اجي بقى على التحليقة اجي الاول على الجزء الظاهر من الكنة جزء الحتة اللي هي الظاهرة من الكنة ده هي بس حتة ده هي الصغارة ده هي بس اقوم دهنها بحاجة اسمها ايه بوية السلقون ايه السلقون ده السلقون ده كان بودرة بتباع بودرة زمان ويتحط عليه زيت مغلي ويتقلب على بعضه ويبقى حاجة اسمها بتعمل فيه بطنات تيدهن بها الاخشاب او ييدهن بها الحديد طبعا النهاردة او كان بتباع جاهز في جلونات اسمه ايه السلقون السلقون طيب بعد كده ظهر النهاردة بطنات مختلفة بألوانات عديدة عايز بطنة لونها اخضر ماشي عايز بطنة لونها اصفر ماشي عايز بطنة لونها ازرق ماشي لأ انما انا ممكن ادهن عشان ده حديد ادهنه بايه ببرايمر برايمر عشان الحديد ما يقوعي عشان الصدا يمنعه من الصدا او يحميه من الصدا واو يجيب بوية السلقون طب خلاص دهنة الجزء الظاهر من الحديد او من الكنات ببوية السلقون اعمل ايه بعد كده مانا سبتت الارضية خلاص وكل حاجة تمام وحباشت بمونة الاسمانت والاسمانت نشف خلصت تمام اجي بقى اقوم جايب جلون تاني اسمه لونه اسود لونه ايه اسود او اسمر اللي يقول اسود ماشي اسمر ماشي وفرشة وجلون حلو كده ودهن اي جزء ظاهر الوقت من الخشب طبعا ده جنب الحيطة مش هيبان ليا ده باين ليا ادهنه الجزء اللي جواه ده باين ادهنه اي جزء ظاهر من الارضية الخشب او من التحليقة بتاعتي ظاهرة ادهن بعد كده اسبت الواح ايه الفلصة اللي هو ايه اسبت لوح بعد كده اعمل اخد مسافة اللي هي ايه مسافة الفلصة ايه اللي هي سمك اللوح او ما تقلش عن صنط عموما يعني واسبت التاني واهو بعد ما سبتت دول بالمسامير خلاص اهو سبتتهم بالمسامير انتهت خلاص ماشي بقى كله متوازه هوت بينه وبين بعض متسبتة هنا وهنا 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 ما هي اصلا العلفات باينة ليا والروس والمنايل كل حاجة باين فبسبت عليها في المليان بمصمر اللوح البغداد الاطران المغلي لونه اسود شكل الاسفلت كده طيب عمدهن كمان الواح ايه التطبيق ليه عشان قلتلك عشان نحميها من الرطوبة احنا بندهن اللون الاسود ده او زيت الاطران المغلي ده عشان يعزل الارضية من الرطوبة تمام تمام طب بعد كده قبل ما حطت الواحة التطبيق ديت قبل ما حطت الواحة التطبيق كان لازم ألأملى الفراغات اللي عندي ديت بحاجة اسمها رمل ايه جافر يبقى حطينا الرمل انا دهنت دي اطران مغلي كل عناصر التحليق بعد كده جبت بالمقطف رمل ناشف هو يكون عليه نسبة مية او حط ان انت ترشو كده نوية لا عشان ما يعش منك انت كل شوية تلمه وهو يهيل لا سيبه ناشف انا عايزه مفكت كده من بعض حط رمل ناشف ويملى الفراغات دي كلها بعد كده حط اطواء بس بحيث ان يكون ايه مستوى الرمل يقل عن مستوى ارتفاع التحليق بمقدار سنتي ميكونش ملاصق عشان تقدر تتحكم في تسبيت الواح الفلصة اهو سبتنا دي وسبتنا دي وبعد كده بعد نهاية التسبيت بتاعت الالواح يا ولاد هنقوم دهنين ببقية البوية اللي هي بوية الاطران المغلي او زيت الاطران المغلي لون اسود كده هندهن بها برضو ايه الواح الفلصة بعد ما عملت الواح الفلصة ديت هنجيب ايه هنجيب قطع البركيه طب ايه بقى موضوع قطع البركيه ده بقى قال لقطع خشبية من الارو او الزان خلية تماما من العيوب هه يبقى لازم تكون قطع البركيه مصنوعة من ايه من الارو او الزان بس تكون خلية تماما ما فيهاش بز ما فيهاش انحناء ما فيهاش تخوخ ما فيهاش تعفن ما فيهاش تسوس ما فيهاش تشليع تكون حتة درجة أولى زي ما بيقول طيب أنا النهاردة ما عنديش إمكانية أن أنا عشان هنفذ نموذج ما عنديش إمكانية أن أنا هشتري خشب زان خشب زان يعني خشب مكلف تمام بس أنا أقول لك المواصفات القياسية في إنشاء أو في تصميم أو في تنفيذ الأرضيات الخشبية لازم تجيب خشب أرو إن ملقيتش الأرو تجيبه إيه زان هو غال طب أنا عملت بقى لكم إيه النهاردة جمعت لكم هو عملت مجموعة من الألواح أهيه لوح فيه مفحار أو ده مثلاً أو لو قربنا مع بعض هنشوف هنا ذكر وهنا إيه مفحار كل قطعة فيها في الحرف نتاية أو مفحار وفي الناحية التانية ذكر يعني أفرز من فوق وأفرز من تحت ثبت لذكر من قلب العظم من قلب العظم نفسه طب تعال في الناحية التانية القورة دي فيها ذكر هه القورة التانية فيها إيه نتاية يبقى من ناحية نتاية ماشيا مع بعض أو مفحار ماشي مع بعض في اله فياتجاه الطول في الحرف في القطعة و مفحار في الناحية التانية هتلاقي ذكر ماشي معايا في طول حرف القطعة و ذكر ماشي في القورة التانية بحيس بحيس إيه بقى تعالى ان انت لو حبيت تجمع لو انت حبيت تجمع باي طريقة من طرق التجميع هتجمع معاك زي ما انت عايز اهو دخلة مع بعضها بالعدد والأدوات زي ما انت عايز عايز تعملها واحدة سابق ولحق سابق ولاحق زي ما انت عايز عايز تعملهم مربعين مع بعض يكونوا متسويين على لوح واحد اهو زي ما انت عايز كله في المتاح وتعمل الحتة اللي هي الايه اللي بالعرض اهيت ممكن تركبها كده مع بعضها بحيث ان انت هتدقي هنا هتجمع معك حسب التصميم اللي انت عايش بس وانت بتصمم تبدأ من نص من منتصف عرض ايه القوضة تركز على السنتر بتاع القوضة احدد السنتر بتاع القوضة ازاي اقول لك بطريقة بسيط بحبل بعد ما ثبتت الالواح اهو هاتحبل او فاتلة بلاستيك اللي تخينها اللي انت بتستعملها كده في الناس اللي بيعمل بيعمل طيارة ولا بيعمل حاجات الالعاب اللي انت بتعملها دي وثبت في الركن دي في الزاوية هنا عند الحيطة وثبت هنا خلاص تمام تمام واقسم الحبلة على اتنين هيدي لك نقطة خلاص نفس الحكاية ناحية تانية من هنا لهنا واقس هتلاقي النقطة يبقى سدي السنتر بتاع القوضة هحدده مثلا وليكن هنا هوت سنتر القوضة اهو اهو يبقى انا حددت اهوة البعد بتاعي هبدأ من خلاله اعمل التصميم المناسب اللي انا عايزه في القوضة بتاعتي عايز اعمل بقى شكل الورق شكل القطع البركية زاوية خمسة واربعين وتلمي مع بعضها زاوية خمسة واربعين زي التصميم اللي فات ماشي عايز اعملها عدلة اتجاه عدل ماشي عايز اعمل اتجاه سابق ولاحق ماشي يبقى قدامك فرص كتير في اه تصميم او تسبيت قطع البركية اسمها ايه المصمار ايه بقى موضوع المصمار بقى يعاني سبتت دي الاول ايه هسبت قطعة مثلا اهو على الاتجاه ده هسبت من اين هسبت من عند المفحار من هنا فين شفت هنا بقى هنا هي معايا هي هسبت هنا يبقى سبت دي منصمار الارشال اللي والسبعة سنتي هينزل هنا بميل على اعتبار ان ده هبقى هو المصمار ما دقوش بقى عدل كده ما دقش على اعتبار ان القلم ده هو المصمار ما دقش المصمار عدل لو دقيت المصمار عدل هيقوم وعمل لي ايه فليه للذكر لا ده انا همحتاجي للذكر وهنا كمان ايه شايف الحتة اللي باينة دي بتاعت ايه بتاع العلفات يبقى ااناشل كده وانا بدق المصمار على الزاوية البتاعتي هوت فوق الفلصة وانشل وخل المصمار هنا وقوم دقه ايه بميل لما دقه المصمار اي مصمار هتدقه بميل يبقى انت دقيته الطريقة اسمه ارشالي او بديتكتب بالتق اسمه ايه طرشالي بس احنا بنقول عليها دايما ايه مصمار مصمار ارشال يبقى عرفنا الاختلاف بين الارضية الموسكي والارضية البركي الارضية البركي بتعتمد على التحليقة هي التحليقة بتاعت الارضية الموسكي طب ايه اللي مختلف في الواحة التطبيق دي كالواح موسكي بتنات ما تقلش عن اتنين سنطة ونص تمام بحيث ان انت تجمع او تلاتة سنطة واثنين من عشرة بحيث ان انت معمولة مفحار من ناحية وذكر من ناحية التانية في الحرف التاني خلاص نتاية في حرف او مفحار في حرف وذكر في الحرف التاني وتجمعهم باي طريقة برضو انت عايزها بس بحيث ان انت تراعي العلفات والدوكام اللي انت هتصمر عليها وتصمر من ناحية التذكر بحيث ان انت تطبقهم على بعض لما يجمعهم مع بعض ما يكونوا اكلهم لوح واحد مايفرقوش انما عندي هنا في الارضية البركي لازم اللوح يبقى الواحي بغداد ليه ما يزيدش سمكها عن اتنين سنطة ما يزيدش سمكها عن اتنين سنطة بتتحط زي ما هي ما بتعملش فيها لمفحار ولا ذكر تمام وبتسيب بين كل لوح ولوح فلصة الفلصة دي اسمها ايه تخانة اللوح او ما تقلش عن واحد سنطة حط لوح وتثبته وكلام منه ثبتناها خلاص تمام بعد كده بتجهز الواحي البركيه من اي خشب او خمات عندك انما لو هي في الطبيعة هتجيبها خشب من خشب ايه الارو او الزين بس يكون خالية من العيوب ويتصمرها بس لازم تصمر في اتجاه ارشالي ويكون في المليان يكون في المليان خلي بالك من قطع البركيه بيختلف طولها حسب التصميم اللي انت عايزه عشان تبقى عارف نفس المكونات بتاعة التحليقة دي هي التحليقة دي نفس اللي انت عملته في الكنف التثبيت عملته هنا وحبشته على بمونة الاسمانة والرمل ده انت الجزء الظاهر بمونة السلقون او بالبرايمر ده انت عناصر التحليقة بزيت الاطران المغلل لونه اسود وبعد كده في الارضية الموسكي ده انت الواح الموسكي ده انت الواح الموسكي بايه بالورنيش عشان يبقى نصمرت الخشب تمام؟ اما الواح التطبيق ده انتها بايه برضو بالباقي من زيت الاطران المغلل لونه اسود بعد كده حطيت الارضية العناصر او قطع البركيل بتاعتك حسب التصميم اللي انت رسمته هتثبت بس تثبت من منتصف او من سنتر الغرفة اللي انت هتثبت فيها او المكان العمل اللي انت هتثبت فيه تمام؟ تمام بعد كده هتدهن البركيل كام بايه هتدهنه بايه بالورنيش برضو ده طبعا بعد ما تكون هتثبت الواح الوزراء ان هي تكون مسوية للراس السفلة للباب سعيد جدا بوجود معاكم واتمنى ان اشوفكم تاني في حلقات اخرى باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته